حتى لو عمرك ما رسمت في حياتك هتعرف ترسم الوردة دي كلها تحتاجه سكتش وقلم هنرسم دايرة صغيرة ونبدأ نطلع منها الخطوط اللي انتو شايفينها دي بنفس الترتيب وبعدين هنبدأ نتقي الخطوط لان احنا في الاول طبعا بنعمل اول تلاين بس وهنبدأ نرسم الوردة ورقة ورقة والورقة هيكون بشكل اللي انتو شايفينه دا بعد ما خلصته هنبدأ ان احنا نظلل وهنظل التوزيل الخفيف وتوزيل العشوائي مش مهم او ان هو يكون مزبوط وبعدين هنبدأ نطلع الخطوط اللي انتو شايفينها دي والوردة الاصلية اصلا مش عارف اسمها ايه بس يعني هي فيها الخطوط دي وفيها كمان نقطة على الجنب صغيرة كده هنرسمها مع بعض برضو انا مش عارفة هي دي حبوب لقاح ولا ايه بس هي تقريبا كده هنبدأ لنقط الوردة كلها وطبعا مش هننسى ان الوردة بيكون ليها فارع هنرسمه بالطبع اللي احنا حابينها وبس كده احنا تقريبا خلصنا الوردة لو تعرفوا تطبقوا عليها وتحطوا لي صور في الكومنتات ياريت ياريت بجد ولو حابيني نرسم ايه حاجة تانية اقوليلي عليها في كومنتات وبس كده احنا كده خلصنا ما تنسوش تعمل الفولو ولايك اشتركوا في القناة